تستهدف الدولة تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة بمحافظات الصعيد وفي إطار ذلك استعرض وزير التجارة والصناعة أحمد سمير الموقف التنفيذي لترفيق المناطق الصناعية بمحافظات بن سويف والبحيرة والفيوم ومستجدات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث تم تعاقد مع عشر شركات لتنفيذ مشروعات البنية التحدي والطرق والأسوار بالإضافة إلى مد شبكات الغاز الطبيعي بقيمة 6 مليارات جنيه وقد بلغت نسبة التنفيذ في محافظة قنى حوالي 91% ومحافظة سوهاج 65%